السلام الوطني 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 المترجم للقناة 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 موازين الحق والاستقامة والذين إليهما يدين قضاء العدالة العالمي بأفضال القواعد القانونية الأساسية السائدة بأرجاء المعمورة مرحبا بكم جميعا على أرض مصر المباركة التي تعتز وتفخر بجزورها وزاتيتها الإفريقية مصر رائدة تحرر واستقلال شعوب قارة السمراء التي ترتبط معهم جميعا بروابط أزلية تاريخية وسياسية واقتصادية مشتركة تعكس عمق ومحورية العلاقات المصرية الإفريقية على مدار الزمان مصر قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام أصحاب المعالي والسعادة في بداية اجتماعنا اليوم يتوجب علي أن أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير لكل الجهات والأفراد الذين سهموا في إناقات هذا المام وإنما يتوجه في تصميم التحريرات والسلام والسلام وإظهار في بداية اجتماع تحرير في مصر المصر حرص الشديد على تحت هذه المصر لشوار قضاء الفريق وعلى رعاة المستمر من هذا الاجتماع ودعمه كريم له والذي تمثل يو في لقاءه صباح يوم من السادة المساركين في هذا الاجتماع وتحتسوا ليم في جميع المسائل ذات الاتمام مستر والشكر واد الممصور أيضا لحبوم المورد مصر العربية شكرا لحصول الاجتماعج كانت لحصول الاجتماعي في سهل الدولة المستمر لحصول الاجتماعي خير اجهزة الأمر الهزائي أخذ through the ministra of defense who is great men and the shield of development as well as the minister and ministry of interiors and its collaborated with leadership minister of finance المدينة في إيت ، المدينة الأولى ومدينة الإنتاج الأدني والماراة السماعة المدينة والماكال المصريين والمدينة الأحلية والمدينة الأخرى وإيجادة حفقة التلايا السبب عبدالوحاب عبدالرازي الدكتور والمؤكسي بالمعرفة بالمعرفة في المعرفة المتحدثة القوة والمعرفة والمعرفة السيدة عبدالوحاب لقد أنه مهلا محاولة الاجتماعات المتحدة لكي يتدام بأنه يتعاري بحصول قرارة ويساعدت تريني توقيتها لكي يتدامك للتعليم إباري لكي يتعاري بمعطي الأدولار وكي يقلق عليها بالتعليم إباري ومعطي الأمور على المتحدة الاجتماعات المتحدة ونعمل من تركيزه قرضواته تحقيقاتها لخلصه للتعمل المحكمة السورية أيضا أود شعر المحكمة السوريانية لنعمل المترجماته للتحقيقات والتحقيقات ونعمل من التحقيقات الجدسية معنا نجمع الأفريقين أيضا يعتقد أن أشترك أمامي أمامي الشمال المعارسيات والحكمية أن تنتهي أمامي المحكمة على المحكمة لتحقيقهم تحديد المتحدة لتحقيق الأحب التحقيقية هو أفضل من المساعدات أخرى سيكون مهمة للمساعدة من سلسل الداخلين هذا المجتمع في هذه المنطقة سيكون أفضل ثلاثة وهي يجب أن يتحرك في مرحلة مرحلة بسبب مرحلة لأنها تتحرك في مرحلة العالم وفي هذه المرحلة مرحلة مرحلة وفي هذه المرحلة مرحلة ومجتمع معنا و الموارد و اسلمرارية التنسيق و تحتاج إلى الاقلال الحياة والمكان و تحتاج إلى أعوان أن نجد أي خطار و مقارب 유جمان و يجب أن تجد انا جميع المشاريع و تجد رأب و تجد امراره و تجد رأب و عودة إلى دقاء و تجد رأب و الحياة حلى هافية مرة وحياة جهة تجدنا معذنا инقراطة الإشارة التي ب should be conscious of the great imperative for African countries to build a unified and harmonized legal environment suitable for underp absorbent and empowering their efforts for sustainable development there by unleashing the continent the potential in realizing a coming prosperous future. One what you get is Africa, the international status designate really deserves. Those efforts require special importance in light of resistant and entrenching threat to our countries. These threats require us to work together in order to overcome current crises and to develop resilience against future challenges. المعارضة والخراج الذاتية بخلص أن يؤمن معارض، آب تحلي عبر من أي واحد المعارضة من افضل شخص العديد ومن ثمande تحليز هذه الأعيانة إلى المعارضة تجهز التعليقية في إجابات في المعارضة بطريقة مستخدمة ومن يعني المضاعات determine various aspects of these challenges in a manner that is practical, efficient, equitable, moral, and beamow 65 to the establishment and strengthening of the rule of law. Seth's BOB COLLEaidex Volley Program and his message delivered at the Preparatory Meeting convened on February 20i. تعمل في هذا المتحدث. سيد الفتح السيسي في الأربية العربية المتحدة تقوم بما يتدخل من الأعب المجال وعلى المتحدة الأزراء على تحيير المعارضة على تحيير المتحدة المتحدة وعلى المتحدث أن يتدخل من الأزراء ومتطرق المتحدة الاختبار أمر بعد أما في المتحدث الثقرب العادелей السعارة السعيدة السعيدة الخاصة إلى المتحدث تقرار أن الحجم على الأفراد المتحدث أن يمكننا إيجابهم على ثلاث الموضوع في الوصولة الديفعات وضع أفراد المتحدث عامنا و أعندما يتشاهدكم بحاجة إليها ever as they have been reiterated in the presidential meeting earlier this morning at the forefront of these challenges come insurgency and terrorism which is one of the most important obstacles to realizing development in the African context as its sıkster security and stability and leads to an enormous drain in human and material resources. It is imperative to understand insurgency and tourism as a transnational phenomenon that requires a comprehensive approach to manage all its dimensions, one that involves collaboration on international, regional, and national levels. Such an approach should deal with all aspects of insurgency and tourism, including the brutalization of extremist ideologies, criminal finance, and money laundering, the availability and use of arms, and the misuse of technology and social media in order to subvert the rule of law. The second challenge, ladies and gentlemen, is digital transformation. Here it is important to lay down the appropriate legislative moral framework to govern the use of modern technologies and the functioning of social media tools and their content in order to achieve the desired digital transformation. In this regard, it is crucial to handle issues of privacy in dealing with big data and various applications of artificial intelligence and in achieving cyber security. It is also important to attain the desired balance between various concerns, such as individual rights, business interests, and the general interests of society as a whole. Third challenge, ladies and gentlemen, is transition towards the green economy. In fact, there are many legislative and political challenges related to the process of transitioning to the green economy. Those challenges range from the choice of an appropriate legal framework to the tire of technology used or achieving the appropriate balance using legislative and administrative directives with regard to incentives offered to encourage the transition process on one hand and taxes imposed to discourage the negative impact of environmental polluting activity on the other hand. It is also important to deal with and be ready to deal with. Anticipated international legislation aims at guiding the process of transition towards a green economy on the international level as it may imply unfair bias against the trade and investment interests of developing countries in a way that might discriminate against their ability to export to the more developed markets or to attract investments. The process of restructuring health system represents represents the fourth challenge. We African judges should consider how it is important to formulate a legislative infrastructure that ensures social justice and the provision of health services to the highest possible standard and to utilize to the maximum level opportunities provided by technologies related to the digital transformation process in achieving this goal. It is also important to make vaccines available to all segments of society to deal with any existing or potential pandemic and to achieve equality and distribution within and among nations. In this regard, it is extremely important to deal legislatively and politically with the issues related to potential and intellectual property rights in a manner that does not limit the availability of medicines and vaccines to all people, classes, and in all countries. It is essential to ensure their availability in just an effective way in the interest of all people and humanity as a whole and to make sure that no small group or class exercises monopoly rights over such vital resources in any way in any country. The fifth and last challenge, ladies and gentlemen, has to do with restructuring the educational system. COVID-19 pandemic has led to a major shift in the use, adaption, and application of modern technologies in the transition towards new models of virtual and distant learning. Also, it has led to a great increase in the quantity and quality of materials for online education. These developments represent major challenges to prevailing moods of education, which over the decades have become wholly entrenched and increasingly irrelevant to present and future requirements. Thus, the pandemic may well be catalyzed for revolutionary change in the educational systems of most or all our countries. For any country to be able to modernize its educational system, it must invest in the necessary communication infrastructure and to make this available to its entire population in a fair and equitable fashion. And while this would be a specific policy goal of an executive administration, it is clear that the judiciary also has a vital role in ensuring that precious resources are not misdirected. We have to be conscious that the digital divide is likely to increase and to create greater fences and separators between and among countries, depending on the level of development and the ability to absorb and utilize modern and digital technology. Consequently, it is necessary to cooperate on the international level in all branches of government in order to uphold and maintain social justice in the provision of educational and technological service. In conclusion, ladies and gentlemen, these are the major challenges affecting security and stability and obstruct the march to development in our nation states and our beloved Africa. But let me assure you that our hopes for the future are positive and have no limitations. Our expectations for African judiciaries to manage these challenges are also significant. Throughout our cooperation and collaborative efforts, we will definitely become closer to each other and be able to support one another. The collegiality and judicial professionalism of African judges, their high standards of knowledge and expertise, and their commitment to preserve the rule of law and protect their people's rights and freedoms will remain evident to show the whole world how African judicial tradition is unique and great. There is no doubt that Cairo high living meeting provides African judges with a rare distinctive opportunity for their enduring cooperation. The remarkable success of Cairo meeting is attributed to the continuing presence and active participation of African chief justices and senior justices throughout this active platform wherein our accumulated knowledge and experience be expressed and shared in a way that contributes to the advancement of law at the continental and indeed at the global level. The need to institutionalize Cairo meeting remains a priority for all African judges, a commitment that the supreme constitutional court of Egypt and the Egyptian government endeavored to fulfill. Finally, let me thank you for your gracious presence and participation at Cairo meeting. We wish you fruitful deliberations and successful discussion over three days of interesting and beneficial activities and a wonderful stay here in Egypt. Thank you for your attention and kind and diligence and God bless you all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باعتبارها 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 بسم الله الرحمن الرحيم باعتبارها 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 على الدوالي بالطاير نها لحظة تاريخية يتيح لها الزامع أن يكتمع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاه الشكر على تفضله بوضع هذا الاجتماع تحت رعايته وهذا يعطي دفعة قوية لهذا الاجتماع أصحاب المعالي المزراء أصحاب المعالي رؤساء الجهات ولايات القضائية في المقدمة أتقدم لكم جميعا بالشكر وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل لدولة الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق على دعمكم لهذا المقام وأشكر كل الوزارات المختصة التي عاونت المحكمة الدستورية العليا في إنجاح هذا المقام والشكر الخاص والجزيل لقواتنا المسلحة الباسلة على دعمها الدادم والمستمر للمحكمة الدستورية العليا والمسل هذه الاجتماعات التي دامت على مر السنوات الخمس الماضية فلم أطيل عليكم فلكم جميعا الشكر وأهلا برؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مهام والآن مع كلمة صحبة سعادة بن كيمون الغناني رئيس الوحادة الدورية للنمو الأخضر في رسالة مسجلة لسادة الخطر كلمة العليا الإفريقي نحن محاكم على هكذا سبحث عن صحبة سعادة بن كيمون الغناني رئيس الأماز المحتوى والمثالي سعادة سعادة النمو الأخضر والأمور سيد ماري المترجم للقناة 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 deriv for the CAIRO meeting. As 8th Secretary General for the United Nations, I worked closely with the UN members exercised to continually shape our 2030 Agenda for Sustainable Development and the 17 Sustainable Development Goals, SSTG's, which have strong overlapping objectives on the four main themes of this event green economy, health care, terrorism and human rights, and e-justice. This Cairo meeting will be particularly relevant this year as we are in the midst of a global pandemic and an unprecedented sustainability crisis. However, the costly impacts of the COVID-19 pandemic and the climate crisis have been uneven and the recovery measures and resources that are planned and allocated even more inconsistent and it goes without saying that progress in building the underlying foundation for combattming terrorism and its effect on basic human rights and for strengthening e-justice has been severely erratic across the globe for a long time. I hope we will be able to hear from participants on some of the most urgent and critical areas within each of the four themes. I have been urging world leaders that we will meet everyone across borders, public and private sectors, political parties, professional expertise, and rich and poor communities to all work together. Let me also emphasize, across government branches, civil servants, lawmakers, and lawyers and judges need to do their part in order to improve the four thematic areas that correspond with, first, affordable and clean energy, decent work and economic growth, sustainable cities and communities, and responsible consumption and production, and education, SDG numbers 7, 8, 11, and 12, second, zero hunger, good health and well-being, clean water and sanitation, and reducing inequalities, SDG numbers 2, 3, 6, and 10, third, third, no poverty, quality education, and peace, justice, and strong institutions, SDG numbers 1, 4, and 16, and fourth, gender equality, industry, innovation, and infrastructure, peace, justice, and strong institutions, and partnerships for the SDGs, SDG numbers 5, 9, 16, and 17. Excellencies, ladies and gentlemen, the time is right to rethink the importance of judicial jurisprudence to improve our laws and regulations and to lay the foundation for a democratic society that preserves basic human rights. Since nearly a year and half ago, the entire world has been forced to come to grips with the harsh reality of just how vulnerable we really are. But while our scientists have developed their vaccines in record time, there are no vaccines for the climate crisis, terrorism, or improving access to justice. Since 2018, I have been leading the Global Green Growth Institute, GGGI, as the President of the Assembly and Chair of the Council. and I am proud of GGGI's vision of green growth that is environmentally sustainable and socially inclusive. GGGI understands that green transformations and ambitious climate actions cannot succeed without a deliberate focus on equitable distribution of the benefits of green transitions, and it understands that green jobs, access to clean air and water, improved health due to improved environment, and sustainable communities can all create synergy and have positive impacts on human rights, terrorism, and justice. Allow me to finish and impress upon you the urgency and the importance of your responsibilities and duties to tackle the legal issues so that together, with organizations such as GGGI, the public and private sectors, civil society groups, and everyone else, can, we can make great progress to achieving the sustainable development goals. Thank you again for the opportunity to address you today and I wish you a very green and fruitful meeting. Thank you. , thank you very much . . . . . . . . كانت هذه كلمة صاحب سعادة بنكيمون الحضور الكرامة إن مصر تعتز بهويتها الإفريقية لكونها تجمع بين عبقرية الجغرافية والتاريخ فشهدت مصر الحضارات التاريخية وباركة الأديان السماوية ويكد بها نحروني سوريا الحياة الإفريقية من هذا المنتقل هناك سعيون تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري وتبادل خبرات بين المحاكم العليا الإفريقية ومنقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجب المحاكم الدستورية الإفريقية تحقيق المصلحة القضاء الدستورية الإفريقية لترسيخ العلية والسيادة القنون نفسي ، كلمة معالي السيد المصتشار الدكتور حنفي علي بايلي الرئيس المحكمة الدستورية نوريا السادق يحصل على الفترة على المستشار الدكتور كانت يغتوش النفاذ من المنصد أيضًا جدد وشراءة إلي بايلي عن المنصد الدكتورية extcribing the independence and its integrity. Also tackling electoral justice and the phenomenon of resorting to the courts to settle electoral disputes which is considered a very important issue and it sometimes poses a burden on constitutional and supreme courts. The speech now goes to his excellency honorable, judge Hannahfil Gibayi. جديد أجاب السابقات من أجل الماضي وفريق الماضي للسؤول والسيطرة للسعود الأجل معالي المستشار الجليل سعيد مرعي عمر رئيس المحكمة الدستورية الأولية المصرية أصحاب المقام الرفيع رأساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية وكبار القضاء السيدات والسادة وضيوف المحترمون الحفل الكريم شكراً لكم كما يمتلكم جميعاً ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر